تمكنت دوريات قيادة خفر السواحل من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق البحر مصدرها إيران تقدر قيمتها بحوالي 248 ألف دينار بحريني كما تم القبض على شخصين بحرينيين كان على متن القارب المضبوط فقد تمكن مركز العمليات البحرية بقيادة خفر السواحل من الاشتباه بقارب بمنطقة شمال البحرين يبحر بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها فترة الحضر البحري وعند اقتراب الدوريات من حاول الهرب باتجاه المياه الضحلة إلا أن الدوريات تمكنت من مطاردته وتطويقه